اشتركوا في القناة ان شاء الله الاحلام دي بتبشر بفرحة قريب جدا وان بتبشر بامور كويسة جدا في حياة الشخص اللي بيشوفها وكمان تعتبر من افضل الاحلام يعني هي رؤى مبشرة ومن افضل الرؤى كمان يعني مش من رؤى مبشرة وخلاص لا دي حاجات كويسة جدا ممكن نشوفها في المنام نعرف على طول ان احنا في خير وان الفترة القادمة فترة تغيير وفترة فرح بازن الله هنتكلم اخوان العزاء عن الاحلام دي بالتفاصيل ولكن قبل ما نخشف تفاصيل الفيديو احب لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عند رؤية او حلم وحبي بفسرها ممكن يكتب لنا في الطليقات وان شاء الله هنرد عليه في اسرع وقت اول رؤية اخوان العزاء من الرؤى المهمة جدا رؤية الزهاب للعمرة يعني ان انت تشوف نفسك زهابت للعمرة او بتستعد انك تروح لعمرة مثلا او حد بيقولك انت هتروح لعمرة قريب او مثلا بجهزة وراء العمرة دي حاجات تعتبر من الامور اللي انت بتستعد بيها لعمل خير طبعا العمرة عمل خير كبير جدا كلنا نفسنا فيها فطبعا اخوان العزاء اي شخص يشوف نفسه ان هو بيذهب للعمرة في المنام دي بشارة وحاجة كويسة جدا ومن افضل الاحلام لو شفت الرؤية دي تنقولك ان انت هجدها باذن الله في حاجة كويسة جدا هتفرح بيها فرح كبير جدا والله اعلى واعلم ده من خلال الزهاب للعمرة طيب انا شفت مثلا بشتري طقم مثلا اللبس بتاع العمرة طقم الاحرام دي برضو حاجة كويسة من علامات الاستعداد لاداء العمرة فدي برضو حاجة كويسة كمان هبوط المطر او هطول الامطار عليك في المنام انك بتشوف مطر بينزل طبعا اخوان عزاء المطر الخفيف اللي هو بينزل كده نستمتع به ده حاجة كويسة جدا في حاجة احنا ممكن نخاف منها من موضوع هبوط الامطار ده اعزاكم الله الاعصير والسيول والحاجات ديت لو شفناها نخاف ونقلق ونتقرب من ربنا سبحانه وتعالى ممكن تكون اشارات وقصية لنا ان احنا نخلي بالنا في الفترة القادمة نقرب لربنا سبحانه وتعالى بتكون انظارات في ناس كتيرة جدا شافت ان في زلازيل هتحصل شافت ان في اعصارات هتحصل فطبعا الموضوع تحقق حقيقي والناس اللي هي شافت الرؤية ديت يعتبر كانت رسيل بها ان هي توعي الناس وتقول للناس على اللي هيحصل ده والله اعلى واعلى كمان اخوالي عزائي رؤية تناول زيت الزيتون في المنام تناول زيت الزيتون من الرؤى الجميلة جدا زيت الزيتون كله بركة وكله شفاء طيب ايه فايدة الرؤية ديت الرؤية ديت ممكن توجهك ان لانك تتداوى بزيت الزيتون وممكن تكون بشارة لك بالشفاء من مرض والله اعلى واعلى يعني انت لو عندك مرض خاصة من الامراض اللي هي متعلقة بالسحر والحسد ولقيت نفسك ان انت بتتناول زيت الزيتون في المنام دي حاجة كويسة جدا ربما رسالة لك بالشفاء والله اعلى واعلى وممكن تكون اشارة لانك تداوم على زيت الزيتون وتستخدمه كعلاج وتستخدمه في الاكل وفي الشرب بتاعك كمان قتل السعابين في المنام في بعض الاحيان بيكون مصابين بحسد مصابين بغين شديدة وبعض الاحيان بنشوف السعابين في المنام بتحاول تعضنا بتحاول تجرب علىنا بتحاول تخوفنا ولكن احنا بيكون عندنا عزيمة ان احنا نقتل السعابين دي في المنام ونموتها طبعا موت السعابين او قتل السعابين في المنام دي رسالة برضو مهمة جدا إلى أنك لو عندك سحر أو حسد أو في خيانة هتقدر تتخلص منها هتقدر تعدي المرحلة ديت هتقدر تعدي الفترة الصعبة ديت من خلال أنه أنت بتقتل الصعبين في المنام الصعبان رؤيته مش كويسة رؤيته بتدل على عدو بتدل على حسد بتدل على سحر بتدل على خيانة ربما والله أعلم أنت معرض لشيء من الأشياء ديت ولكن بقتلك للصعبان وبتخلصك منه دي بتكون إشارة مهمة جدا تعتبر تفرحك ما تقلقكش يعني أنت مثلا ممكن تشوف الصعبان في المنام تقوم قلقان من النوم وخايف وزعلان ولكن لو قتلته في المنام فبتقوم فرحان أن أنت اتغلبت على حاجة مش كويسة اتغلبت على حسد اتغلبت على سحر اتغلبت على خيانة اتغلبت على صديقك مثلا ما بيحبكش كمان رؤية النقود في المنام النقود كلها رزق وكلها خير وكلها بركة في ناس بتشوف النقود مسلا الورقية في المنام بعملات مختلفة عملات غير عملات الدولة اللي هو فيها مسلا فدي رسالة إلى تغيير تغيير في الرزق مسلا تغيير في الحياة بتاعتك تغيير في المكان مسلا النقود هي العملة اللي احنا بنبيع ونشتري بها فطبعا لو احنا شفنا في المنام موجودة معانا بكسرة فدي حاجة كويسة جدا ورسالة إلى انك هتحصل على رزق والله اعلى وعلم كمان تغيير العملات تغيير الاوراق مثلا انا معايا دولار معايا ريال معايا درهم معايا جنيه كل الحاجات ديت بتديك اشارات مهمة جدا إلى التغييرات في حياتك ربما انت هتسافر ربما مثلا واحد هتزوج في دولة تانية ربما ان واحد هتسافر اشتغل في مكان معين فدي رسالة مهمة جدا رؤية النقود كمان اخوان العزاء رؤية القمر في المنام ناس كتيرة جدا بتشوف القمر في المنام اه اي شخص بيشوف القمر رؤيته رؤية مبشرة ومفرحة في بعض الاحيان النساء بتشوف قمر في المنام القمر ده رؤية بتدل على زواج بتدل على الزوج الصالح بالنسبة للنساء بتدل على الزرية الصالحة ربما مثلا اولاد بتدل على القوة والعزة والمكان ايضا الرجال لو رأوا ان هم بيشوفوا القمر في المنام ربما بيدل على اه عزتهم مكانتهم المنصب اه بتدل على الزرية الصالحة برضو بتدل على اصلاح الاحوال واصلاح المشاكل رؤية القمر رؤية جميلة جدا اللي شوفها يعرف ان الرؤية دي مفرحة رؤية كويسة رؤية هتبشره بخير ان شاء الله طبعا اخوان عزاء زي ما قلنا لكم قبل كده ان في احلام كتيرة جدا بتكون مبشرة واحنا بنتكلم عن الاحلام المبشرة وبنحب نذكرها للناس كمان اخوان عزاء لو حدا عنده رؤية او حلم محاب يفصرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنتوصل معايا وارد عليه في اسرع وقت والناس اللي ما بنقدرش الرد عليها في مثلا الفيديو اللي فات او الفيديو اللي قبله ممكن يكرر تعليقه في فيديو آخر وإن شاء الله هنتوصل معي ورد عليه فأصل على وقت شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته